السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أحبائي في قناتكم عالم ندى لتحدي القراءة كما تلاحظون إنها صورة القدر هيا معي لنتلو جميعا هذه الصورة حتى ننال أجرها وتوابها قبل أن نتحدث عنها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر كما تلاحظون في هذه الآية فهي تتحدث عن ليلة القدر فلماذا يا طرى سميت بليلة القدر ولماذا هي خير من ألف شهر اختلف العلماء في سبب تسميتها بليلة القدر على أقوال نذكر منها أولا لأن الله يقدر فيها الأرزاق والآجان وما هو كائن فيقدر فيها ما سيجري في ذلك العام قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يكتب في أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير والشر والأرزاق والآجان حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان القول الثاني أنها مأخودة من عظم القدر والشرف كما يقال فلان له قدر أي أنه ذو شرف وعلو شأن القول الثالث لأن الله قدر فيها إنزال القرآن الرابع سميت بذلك لأن العمل فيها له قدر عظيم وهذا لا يحصل إلا لهذه الليلة فقط فقد قال الرسول الكريم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إذن فليلة القدر خير من ألف شهر فهي تعادل أربعة وتمانون سنة عبادة وبذلك تكون الساعة الواحدة فيها فقط تعادل تمان سنين عبادة اختلف العلماء في تحديد وقتها فمتى تكون بالضبط وذلك على أكثر من أربعين قولا ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري منها ما هو ضعيف ومنها ما هو شاد ومنها ما هو باطل والصحيح فيها أنها أوطار العشر الأواخر في رمضان أي الواحد والعشرين الثالث والعشرين أو الخامس والعشرين أو السابع والعشرين أو التاسع والعشرين كما في حديث بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلتمسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي وهناك من العلماء من قال بأن ليلة القدر تنتقل وليست ثابتة في ليلة محددة من كل عام فمرة تكون ليلة إحدى وعشرين ومرة الثالث والعشرين ومرة الخامس والعشرين ومرة السابع والعشرين ومرة التاسع والعشرين وهي بهذا تكون مجهولة وليست معلومة وذهب أكثرهم على أنها ليلة السابع والعشرين كما روى أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان متحريها فليتحراها ليلة السابع والعشرين إذا تساءلنا لماذا تم إخفاء هذه الليلة فسيكون الجواب أن الغاية من إخفائها هو الإجتهاد في الدعاء والصلاة والعمل في العشر الأواخر بدون استثناء فلا نستثني يوما عن آخر وإلا كان ربنا عز وجل أخبرنا عنها وحتى الصائمين على مضاعفة العمل أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يجتهد في طلبها ومن أحسن الأدعية التي تقال ليلة القدر أو في العشر الأواخر والنكتر منها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها قال فلنكتر من هذا الدعاء يا أحبابي ما هي علامات ليلة القدر؟ من علاماتها والتي وردت في أحاديث شريفة نذكر منها العلامة الأولى أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها قال صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها كأنها تصت حتى ترتفع رواه مسلم أما العلامة الثانية يطلع القمر مثل شق جفنة أي نصف قصعة أما العلامة الثالثة فهي ليلة معتدلة لا هي بحارة ولا هي بباردة فقد قال صلى الله عليه وسلم ليلة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة أما العلامة الرابعة فهي ليلة قوية الإضاءة ولا يرمى فيها بنجم ومن علاماتها أيضا انشراح النفس وطمأنينة القلب أحبائي علينا الإجتهاد والعمل حتى يحصل المراد ولكل من ضيع وفرط في أول رمضان فليشمر عن ساعديه وليبدأ بالعبادة والدعاء فالعبرة بالخواتيم فخير الأعمال خواتيمها وكما قال ابن تيمينة العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات أجرنا الله وإياكم بهذه الليالي واللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين إلى اللقاء إلى فيديو قادم بإذن الله وإن أعجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك ودعمكم وطرقكم لتعليق إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر